درعا، مهد الشرارة الأولى للحراك الشعبي في سوريا عام 2011 وبعد أقل من ثمانية عشر شهراً من تسوية أمنية لعناصر فصائلها المسلحة الذين سيطروا على أجزاء واسعة منها تحولت إلى مضرب للمثل بالفلتان الأمني وحركة الاغتيالات النشطة لا يمر يوم إلا ويكون اسم درعا أو أحد أجزاء ريفها متصدراً نشرات الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي إذ تشهد المدينة اغتيالات لأسماء كانت ضمن الفصائل المسلحة أو لعناصر قوات الحكومة السورية والفاعل دائماً مجهول هذا المجهول وبحسب مصادر محلية إما يكون ملثماً على دراجة نارية أو مستقلاً سيارة مسرعة يتلقفه أحياناً تنظيم داعش الإرهابي بتبنيه بعض الاغتيالات وفيما وجه البعض أصابع الاتهام للحكومة وأجهزتها الأمنية خلف بعض هذه الاغتيالات رأى آخرون أن من يقوم بها هم أفراد أو خلايا من فلول جبهة النصر الإرهابية سابقاً ولا تشذ درعاً عن باقي المناطق والمدن السورية إذ تعد ساحة تنافس بين روسيا والنظام الإيراني الذي يتوغل في النسيج الاجتماعي السوري بنفس طويل بحسب ناشطين محليين مؤكدين في الوقت ذاته أن استمرار عمليات الاغتيال والتدهور الأمني يخدم بكل تفاصيله المشروع الإيراني في المدينة وريفها وأشاروا إلى أن صراع موسكو وطهران ومحاولة كل منهما بسط نفوذها في المدن السورية يعكسها شاشة التحالف المبني بينهما ويبين أن هذا التحالف وقتي وليس استراتيجي وما هو إلا غطاء تتستران به لإخفاء أهدافهما الحقيقية وسجلت المدينة وريفها منذ حزيران يونيو الفائت ولغاية إعداد هذا التقرير ثمانمائة وأحدى وثلاثين محاولات اغتيال أسفرت عن مقتل خمسمائة واثنين وأربعين شخصا بينهم قرابة مائة وخمسين مدنيا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وبعد كل هذه الأرقام يقول قائل بأن المعارك الكبرى انتهت في سوريا بعد سنوات عجاف احتدمت فيها الجبهات بين قوات الحكومة والفصائل المسلحة في خضم الأزمة السورية التي تشارف على إنهاء عامها العاشر لكن هدوء المواجهات العسكرية لا يبدو أنه إشارة أو دليل على توقف المعارك الجانبية بين الأطراف المتصارعة على الكعكة السورية